أما مشاهدين إذا تحدثنا معكم ورأينا ما غاب عن الصفحات الأولى للصحف المصرية فسوف نلاحظ معكم التالي الحادثة الفاجعة التي هزت مصر أمس وهي التفجير الذي حدث في أوتوبيس سياحي كان يقل سياح من الفلبين أدى ذلك إلى مصرع أربعة ثلاثة من الفلبين ومرشد سياحي مصري وإصابة أحد عشر سائحا هذا الحادث الإرهابي العظيم والجلل لم تتطرق لها الصفحات الأولى للصحف المصرية ونتساءل لماذا حتى الصفحات التي لديها الطبعات الثانية لم تذكر ذلك بخلاف الصفحات التي لديها طبعات واحدة فقط أيضا مشاهدين تبريرات وزير أو رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول هذه الحادثة والتي ذكر فيها نصا بأنه لا يوجد دولة في العالم تضمن أن تكون آمنة مئة في المئة ولعل بذلك مصطفى مدبولي يبرر الفشل الأمني الذي دائما ما يحدث ليس فقط للسياح ولكن يحدث أيضا للمواطن المصري وسوف تضرب هذه الحادثة التي لم تذكرها الصحف السياحة المصرية ونختم مشاهدين أيضا بالحديث عن أزمة مياه نهر النيل ومع قرب اكتمال بناء سد النهضة والحديث عن اكتمال مئة كافة مرافق سد النهضة حتى تصل إلى مئة في المئة لم نلحظ أي تواجد للآثار السلبية وفشل المفاوضات التي تدخل فيها مصر فيما تعلق بسد النهضة لم نلحظ لها أي وجود حتى على الصفحات الأولى ترجمة نانسي قنقر